السابع من أكتوبر موقفاً واضحاً يدينه كافة أشكال الاستهداف المدنيين إلا أن ما قال إليه الصراع العسكري في غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد عن عشرة ألاف مدني نصفهم من الأطفال وحصار وترويع وتشريد وتهجير مليوني مدني فلسطيني من أراضيهم ومساكنهم وأقول إن فتح معبر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس تطوراً إيجابياً بل استمرار للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني إن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس وإن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني لقد أعلن المفاوض السامي لحقوق الإنسان إن كل من حماس ودولة إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب ألم يحن للمجتمع الدولي أيضاً أن يسمي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسؤوليته لقد ولد الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً أأمل أن تتصدى له الدول المشاركة في هذا الاجتماع فمن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي أن يعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ لذلك أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة وأحثه خاصة الدول المنحة على تكثيف جهودها لدعم فلسطيني غزة وتوفير كافة السبل للحفاظ على حقوقهم في الحياة على أرادهم وخاصة إنه من المستغرب فمنذ اندلاع هذه الحرب قد قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجههم في حيث لم تتعدى المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية إن ما تم إدخالهم من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق باحتياجات المدنية في غزة كما إن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفردها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها لقد طلبت مصر بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ونندد بكافة الممورسات التي تهدف إلى فرد أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وثرحيلهم من أراضيهم حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثلث عدد سكانها وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني إنما ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقيناً بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناءً على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنح الخطير وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الإحادية التي أشعلت النزاع فلا يفي مجرد التشدخ بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف إن مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهج بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إذا الحرب الجارية وتؤكد إن النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كانت إسرائيل أو في فلسطين إن التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي يعد مشاركة في تحمل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية أخيراً إن اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأتي من فراغ فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومراسته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من سبعين عاماً هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وشكراً